تمكن فريق من الباحثين في معهد للوير بالأرجنتين من اكتشاف طريقة تعمل على تقليص أورام البنكرياس في فئران مصابة بهذا النوع من السرطان التجربة تقوم على تجميد فيروس معدل وراثياً واسمه AV25CDC وإعادة حقنه في الجزء المصاب حيث تبين أن بإمكانه منع نمو الأورام في البنكرياس ويمكن لهذا الفيروس المعدل وراثياً أن يهاجم الخلايا السرطانية فقط ويحفز استجابة مناعية لوقف انتشار الورم أو نموه دون ضرر الأنسجة الطبيعية هذا الفيروس يمكن أن يسمح فقط بمهاجمة الخلايا السرطانية في البنكرياس الفيروس المعدل وراثياً والذي يشبه إلى حد كبير الفيروس الذي يصيب البنكرياس له قدرة على تمييز الخلايا المريضة من خلال جين بداخله يحفز نظام المناعة على الاستجابة للتحرك والقضاء على نمو الورم الباحثون يأملون أن تنال تجربتهم هذه الدعم المالي الكافي للمضي قدماً في أبحاثهم حتى تطبيقها سريرياً على مرضى سرطان البنكرياس وسرطان البنكرياس أكثر أنواع السرطانات فتكاً وشراسة ونسبة الشفاء منه ضئيلة جداً وصعوبة علاجه تكمن في أنه يتمركز في منطقة حساسة لا يمكن أن تصل إليها جميع العلاجات حتى العلاج الكيماوي وبعد مرور خمس سنوات على تشخيص هذا المرض فإن ثلاثة في المئة من المصابين به فقط يبقون على قيد الحياة وتنضم إلينا من دبي استشارية الجراحة العامة والمناظير الدكتورة إناس العلوي صباح الخير الدكتورة إناس قبل أن نتحدث عن العلاج وهذه التجربة البحثية الجديدة التي تعتمد على لقاح معدل وراثياً دعينا نبدأ الحديث عن المرض مرض سرطان البنكرياس ولماذا يعتبر الكشف عنه صعباً دكتورة أولاً عزيزتي سرطان البنكرياس هو من أسوأ أنواع الأورام التي تصيب أعضاء تجويف البنكرياس وأسرعها انتشاراً والسبب في التأخر في الكشف عن المرض هو قلة الأعراض الورم لما بيكون في بداية لا تكون فيه أعراض المريض ما بيشتكي من أي أعراض الأعراض تبدأ من بعد انتشار الورم لأعضاء المجاورة للأسف ويكون فيه نقصان وزن ويكون فيه ترجيع وغثيان ويرقان بعد أن انتشر المرض إلى الأعضاء المجاورة وهذه هي من أهم أسباب التأخر في تشخيص الورم طيب دكتورة لو نعود أيضاً بالحديث عن وظيفة البنكرياس كعضو في الجسم البنكرياس يا عزيزي له عدة وظائف هي غدة من الغدد الصماء وغدة تفرز أنزيمات وإفرازات لتساعد عملية الهضم فغير عن موضوع الأنسلين والهرمونات الأيضية لها أيضاً أنزيمات وهرمونات تساعد على عملية الهضم فهي من أهم الغدد في تجويف البطن طيب دكتورة إن تم ربما تشخيص الشخص بأن لديه ورم في غدة البنكرياس ما هي ربما الطرق المتبعة الآن للعلاج؟ علاج الورم عزيزتي نوعاً ما صعب مع تقدم العلم في هذه الفترة لا زلنا في العلاج الكيماوي والعلاج بالأشعة ومثل ما ذكرت في تقريركم أن نسبة المرضى اللي بتعيش في خلال خمس سنين منذ تشخيص المرض توصل فقط إلى 2 إلى 3 بالمية ولذلك التجارب هذه ففكرة التجربة الأرجنتينية ما هي فكرة جديدة بصراحة من بداية التسعينيات بدأت الأبحاث في الجامعات العالمية لمكافحة أورام البنكرياس أنا شخصياً كنت من أحد أعضاء الفريق العلمي في جامعة ملواكي ويسكونسين واشتغلنا على لقاح اسمه راز فاكسين وقمنا بتجربته في فئران التجارب التجربة الأرجنتينية شبيهة جداً أنهم استخدموا نوع من أنواع الأدينوفايروس المعدل جينياً لمهاجمة المرض سريع جداً لو تسمحي لي سلام أشرح فقط بالنسبة للتجربة العلمية هذه يتم استئصال ورم البنكرياس من المريض في غرفة العمليات وتتم استخلاص خلايا السرطانية وحقنها بمجموعة من فئران التجارب وتجزئ الفئران إلى ثلاثة مجموعات مجموعة تعالج باللقاح المدرس ومجموعة تعالج بالعلاج الكيماوي المتعارف عليه والموجود ومجموعة تعالج بخليط من اللقاح والعلاج الكيماوي وطبعاً الدراسات منذ نهاية التسعينيات لحد الحين بيّنت مع التجربة الأرجنتينية أن الخليط من اللقاح والدوية الكيماوية هي تكون لها المفعول الأكبر في التقليل من الخلايا السرطانية دكتورة إن كان لها مفعول الأكبر وتتحدثين وتقولين بأن هذه التجارب ليست جديدة لماذا لا يظهر هذا اللقاح الآن ولم يتم استخدامه على البشر عدة مشاكل عزيزي المشكلة الأولى هي الميزانية التجارب من هذا النوع تحتاج إلى ميزانية جداً جداً كبيرة لو حتكلم عن تجربتنا الشخصية في هذا البحث من جامعة ملواكي ويسكونسين أنا أتكلم عن نهاية التسعينيات وكانت الميزانية المتوفرة لجامعة وحدة مختبر واحد تفوق العدة ملايين الدولارات فالميزانية المطلوبة للبحث في هذا المرض ميزانية جداً كبيرة السبب الآخر عزيزي هو أن جمعية مكافحة الأورام العالمية لا تعطي موافقة لتطبيق نتائج التجارب هذه على الإنسان كمان بتطول عدة سنين وهذه من أهم الأسباب أن هذه اللقاحات بدأنا دراسة من بداية التسعينات وإلى الآن ما طبقت في الإنسان طيب وأثناء الدراسة هل تم تثبيت أو تشخيص أي أثار جانبية لهذا اللقاح؟ حالياً في المجموعة المدرسة من الفئران اللقاح طبعاً أثبت أنه يهاجم خلايا السرطانية فقط ولا يهاجم الخلايا الطبيعية أو السليمة في غدة البنكرياس وهذا هو التعديل الجيني الذي يتحدثون عنه أن الفيروس معدل جينياً لمهاجمة الخلايا السرطانية المصابة والمفعول الآخر هو تحفيز جهاز المناعة لمكافحة الخلايا السرطانية لحد الحين في فئران التجارب لا يوجد مضاعفات ممتاز مدام هذا اللقاح مذال في طورة التجارب والبحث الآن دكتور إن كان الشخص مصاب وتم تشخيص لديه ورن في البنكرياس لربما الجراحة هو الحل ربما الأكثر يتم اتباعه الآن هل يتم استقصال البنكرياس غدة البنكرياس أكمل بأكملها دكتورة؟ يتم استقصال الجزء المصاب لو كان تشخص المرض في بدايته الجراحة ليست العلاج لكل مريض إنما الجراحة هي لتخفيف الأعراض معظم الأحيان إجراء الجراحة هو لتخفيف الأعراض لأن الـ pressure effect أو لما بتكبر غدة البنكرياس بتضغط على القنوات الصفراوية وبتسبب جوندس أو اليرقان وهذا هو بسبب الفشل الكلوي وبسبب الفشل الدماغي فعادة العمليات بتكون للتخفيف من الأعراض أكثر من ما هي للعلاج النهائي للورم للأسف طيب وعند دراسة هذه الحالات هل تم تثبيت أي تأثر للمعدة أو الأمعاء أثناء فترة العلاج أو حتى أثناء فترة الجراحة إن كانت تقوم نعم الجراحة هي عملية طويلة ومعقدة وتجرى في مراكز متخصصة فقط وفترة النقاها ما بعد الجراحة طويلة جدا ومتعبة جدا إلى المرضى فعندنا مرض شرس جدا وعلاجات شرسة جدا وجراحة متعبة جدا فللأسف المرض سريع من تشعر هنا دوما نقول لدكتورة إناس بأن الوقاية خير من العلاج باختصار شديد دكتورة إناس كيف يمكن الوقاية من هذا المرض مرض سرطان البنكرياس للأسف صعب جدا لا توجد أي طريقة للفحص المبكر لهذا المرض للأسف الشديد معظم الناس اللي بيتشخصوا في فترة مبكرة هي بتكون بالصدفة عاملين أشعة مقطعية لسبب آخر واكتشف في مشكلة في البنكرياس للأسف من دبي استشارية الجراحة العامة والمناظير الدكتورة إناس العلوي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة